اشتركوا في القناة وتزلوا لأنهم اشتروا حاجات ومعرفوش يسددوا تمنها لكن في ناس كويسين حسوا بيهم دفعوا حساب الدين بدلهم وبجد لما كنت بتفرج على الست ولا الراجل اللي كانوا مديونين بسبب جهز عروسة أو مرحة حد من العيلة وهم خارجين من السجن وفرحنين بالحرية وطلعين رفعين رؤسهم بسبب النفاع الخير سد ديونهم كنت بكون فرحانة عشانهم خالص ده على المستوى الإنساني أما على المستوى بقى الروحي كل الناس مديونين كل الناس مزلولين بسبب دين كبير جدا عليهم والدين ده هو دين بسبب الخطيئة بمعنى إن الإنسان اللي بيعمل خطيئة واحدة تمنها جهنم ومزلول من إبليس ده بسبب خطيئة واحدة أم الكمية الخطايا اللي بيعملها الشخص في الساعة الوحدة هيكون تمنها قد إيه؟ أقول لك تمنها قد إيه؟ برضو تمنها جهنم إلى أبد الآبدين أصلا جهنم ما كانتش معمولة ليك جهنم معمولة فقط لإبليس وجنوده لكن ما ينفعش أكون طول النهار بعمل أعمال إبليس وماكنش معاه في جهنم يا عزيز المشاهد الموضوع مهم جدا وخطير جدا صدقني لكن ربنا عارف إن إحنا من طراب وغلابة جدا فحن علينا علشان كده المسيح جه على الأرض وتصلب علشان المسيح لما تصلب ما دفعش تمن خطيئة واحدة ليك وخلاص لا دفع كل الدين اللي عليك بسبب خطيئك وبسبب صليبه مش هتتغفر الخطايا بس لا ده هتخرج من عبودية إبليس لحرية مجد أولاد الله باختصار المسيح له كل المجد قرر يسد الدينك على الصليب يا أختي ويا خوية يعني المسيح اللي ما عملش حاجة غلط في حياته على الأرض قدم من ألفين سنة وأكتر على الصليب العقوبة اللي يستحقها البشر بسبب خطاياهم يعني يا غارم ويا غارمة يا اللي مستحقة جهنم المسيح دفع عنك الدين ومش هتروح جهنم بشرط إنك تقبل وتقبل يموتوا على الصليب وإنه دفع عنكم ديونكم إذا كنت بتقبل شوية فلوس دفعهم لك فاعل خير عشان تطلع من سل السجن مش عايز تقبل اللي عملوا المسيح على الصليب عشان تتعتق من جهنم المسيح رفع فطورة دينك من الزنوب والخطايا وصمرها على الصليب بس المفاجأة إن الفطورة المرفوعة مكتوب عليها قد تم تزديد الدين عشان يرفع راسك ويصحق رأس إبليس اللي زلك بالخطايا هل تقبل المسيح؟ يلا تعالى صلي معايا أقول قول كده يا رب أنا بشكرك إنك دفعت تمن خطيتي يا رب قولها تاني معايا يا رب أنا بشكرك إنك دفعت تمن خطيتي على الصليب وبقيت حر من سجن إبليس في اسم يسوع المسيح اقبل صلاتي آمين المسيح والحل اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر